إلى تطورات الأوضاع في لبنان حيث وصلت شحنة مساعدات طبية مصرية وإغاثية عاجلة إلى مطار بيروت تضم 22 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإغاثة والإعاشة كما قامت السفارة المصرية في بيروت بأعدة 286 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم بسلامة الله إلى أرض الوطن على رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران بعد أن تسبب العضوان الإسرائيلي في توقف أغلب قطوط الطيران التجارية